كما أشهدت عدد من النقابات بالمبادرة الرئاسية وأيضا من جانبه أعلن صندوق تحيا مصر عن تخصيص الحساب رقم 037-037 إعادة إعمار غزة في كل البنوك المصرية لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبية للإحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين في ذات السياق بيستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع بتتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية